بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم؟ معروف ان المشتري هو كوكب العلم في علم الفلك وان عطارد هو كوكب التفكير ومع ذلك وبال عطارد في بيوت المشتري وبال المشتري في بيوت عطارد وضي مفارقة غريبة جدا لو جيت سألت اي حد عنها هيقولك ايش اللي انت بتقوله ده ومش اي فلك يقدر يتكلم في موضوع عطارد والمشتري اللي هو هرميس وزيوس العدوة ما بين هرميس وزيوس فيه عدوة كبيرة جدا كمعنى وكمفهوم وكمضمون وهو ده اللي بيخلق المناظرات المستمرة ما بين الناس وما بين بعضيها الجوزاء هو برج مجادل بطبيعته واي حد عنده قمر الجوزاء او عنده طالع الجوزاء ده بيظهر عليه الجدال بشكل قوي ويحب انه يجمع افكار مختلفة وقراء مختلفة وممكن يبقى عنده وجهات نظر صح ومو شرط ان الشخص بيجادل فهو مخط ممكن يكون صح ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون الشخص اللي بيفكر ويجاب فكرة جديدة فكرةه صح الجدال مش دايماً غلط ولا حاجة ممكن يبقى فيه نقاش من اجل شيء صح او من اجل شيء علمي او من اجل اكتشاف جديء فالتفكير مش محرم ولا شيء المحرم هو التفكير في الاشياء اللي منانهاش فايد او الحاجة اللي ما بتوكلش يعيش او مش هتوصلك الى اي نتيجة اللي هو الجدال من اجل الجدال زي الملاح ده والربوبية واللا دينية والناس الكفر الزنادقه دول اللي للنهار يتكلموا عن الدين والدين عمل لهم هس هس وعمل لهم عقدة يعني ليه النهار يتنفض يقوم من النوم يفكر في الدين عمل زي مولاد زحل القوس بتوع خمسة وتمانين وستة وتمانين وسبعة وثمانين واتكلمنا عنهم كدي ودول برضو عندهم كواكب في برج القوس اللي هو بيت زيوس بيت المشتري جيوبيتير واي حد عنده كواكب في الحوت برضو هو نفس النظام زيهم مجادلي فهما دول المجادلين الأربعة أبناء عطارد اللي هما الجوزاء والعزراء وأبناء المشتري اللي هما للحوت والقوس ودول يعني هما معروفين وأبراج معروفة يعني يعني كواكبهم منتشر كتير هتلاقي ناس كتير عندها عطارد القوس عطارد الجوزاء عطارد الحوت عطارد العزراء المراريخ في الجوزاء وفي القوس وفي العزراء يعني مثلا أنا مريخ العزراء ضد مريخ الجوزاء دايما أنا ومريخ الجوزاء بنتناحل كان فيه نقاش قبل كده حصل حول هتلر هتلر ده كان راجل صحة ولا راجل غلط اللي عملوا في الجماعة اللي محتلين فلسطين صحة ولا غلط أصلا هو كان بيجهز لهم الأرض عشان يخشوا لها أو هو فضل يتطهد فيهم واضطهاد الناس دول تسبب فيما بعد أنه يبقى ليهم دولة سنة 48 انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 45 عملوا الدولة بتاعتهم سنة 48 فدلوقت كان فيه جدال مبين ومبين شخص من موليد شعرف كم كده معانين منهم برضو حول الموضوع ده فهم بطبيعتهم بيحبوا الجدال يعني هم الناس اللي عندهم كواكب في القوس هم بيحبوا الجدال هو فيهم طبع الجدال كواكب في الجدي يحب الجدال في البتاع ده في الجوزاء يعشق الجدال حتى في الثوابت وفي المسلمات والأشياء المعروفة حتى صدام أبو حسين ده اسمه الله يلعنه لعن اسمه في كل نقاش وعمل زي الحجاج ابن يوسف الثقافي اسمه في كل نقاش واسمه في كل جدال وخاصة الجدالات السياسية والدينية هنا بقى هنا بقى انت يعني انت بتفتح الباب للاحتدام في الرأي وكل شخص يتعصب لرأيه وانت صحه ولا او كيف وانت تقول كده وما ينفعش وليش وفيه بحمير ولاد حمير بيعبدوا الدكتاتوريين ويعبدوا التواغيط ويعبدوا الفرعنة يعني فيه ناس يعبدوا الفرعنة يمسك الكافر يعبدو يمسك الصنم يعبدو هو كده فيه ناس خلقت من اجل الجدال فانت عشان تنتصر لرأيك او عشان تنتصر لوجهة نظرك او صحة الكلام اللي انت بتقوله فيه اشياء تستحق الجدال والكلام فيها وفيه اشياء لا تستحق الجدال ولازم ان انت تطلع نفسك منها ولازم تفهم ان اللي انت بتناقشه قدامك ده او بتتكلم معاه ده واحد بهم ابن بهم حمار ابن حمار جحش ابن جحش مستواه الثقافي والمعرفي على الأد والكلام معاه مش هيفيد بأي شيء فانت هتنتصر لرأيك على قطعان الماشية والأغنام انت هتخش فيه جدال عقيم لا يوصلك إلى أي شيء وش اللي انت هتستفيد مقتنع ولا مش مقتنع موافق ولا مش موافق اطفك او لا اطفك ادعم ولا لا ادعم انا اؤيد فلان انا اعارض فلان انا ادعم فلان في وجهة نظر وانا لا ادعم فلان انا اثبت صحة وجهة نظري فيما معناه يخالف وجهة النظر الأخرى طيب ما هو فيه اشياء موجودة في أرض الواقع ومتناخضة بس فيه اشياء مع انها غلط بس موجودة بس موجودة ما تفهمش موجودة كيف يعني موجودة بالقوة الجبرية موجودة لان الناس تعودت عليها موجودة لان هي تناقض حصل بالقوة الجبرية وفضل مستمر بعدما خف الضغط يعني الناس تعودت عليه الحياة فيها متقلبات الى مالة نهاية والجدال سمة اساسية في البشر البشر وخلق الانسان عجولة والانسان بطبعه مجادل ويكتروا كلام حتى في الاشياء المتفق عليها يكتروا كلام فلذلك لما تلاقي ناس من مواليد القوص او الحود او العزراء او الجوزاء تلاقي فيهم طبع الجدال هو يحب يتكلم يعني كده يحب يتكلم هو عايز يتكلم يعني متى فيه حاجات خلاص متفق عليها وخلصنا وحسما النقاش فيها من سنوات طويلة وانتهى الموضوع وخلاص خلصنا ايه لازمتها الكلام هو بيحب يفتح باب للجدال يعني الموضوع ده مش قفلناه احنا مش قفلنا الموضوع ده واكلمنا فيه بما يكفي وقتل بحثا وخلاص خلصنا الموضوع يرجع يفتح ديك ام الموضوع تاني يا دين امي عالملال يا دين امي عالملال ملل 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 عارف الملل عارف ما معنى كلمة الملل القرف انك تشمئز وتقرف ويعيد ويزيد في نفس ديك ام الموضوع طيب لما انت مثلا في موضوع عن موضوع عن العيال بتاع برج السرطان العيال الملاعين دول العيال الأبراج الترابية والمائية العيال اللي هما من برج السرطان وبرج الحوت الأشكال الكلاب السجق دول دول نقمة وابتلاء من الله فقققوا ربنا مبتلينا بيه ربنا بلينا بيه يعني عليهم اللعنة في الدنيا وفي الآخر ربنا بلينا بيه مغير يبكوا يصيحوا ينيحوا جنب رؤوسنا وصدعونا كإنك فتح حضانة أطفال كإنك قاعد في حضانة أطفال قاعد تربي أطفال يعني واحد كبر وعمره 30 سنة وعمره 40 سنة وعمره 45 سنة وعمره 60 سنة ونفس حركات الأطفال بالزبط نفس حركات العيال الصغيرة بالزبط نفس الهبل بتاع الأطفال بالزبط ما تفهمش بيعوش طفولة متأخرة مراهقة متأخرة دول يعني يستحقوا أن أنت تجادل بشأنه يعني دول العيال موليد برج السرطان وموليد برج الحوت بيعيش ويكرر تجارب الهبل والحشو في المحشي يعني يوم بعد يوم ويعني حاجات عبيطة يعني في حاجات مضحكة في حاجات كوميدية لكن في حاجات هبلة في مواقف في مزح بطلوه في عبط وبطلوه في هبل وبطلوه في كده تخلف بطلوه التخلف ده خلاص انت كبرت على التخلف ده بتلاقيه يرجع للتخلف تاني ويرجع للغباوة تاني ويرجع للجهل تاني طيب وعايزنا نعملك ازاي بقى؟ عايزنا نعملك أن أنت إنسانك تكوت وأن أنت نعملك أن أنت لسه طفل بيلعب في الطينة وبيلعب في الشارع تابوا بعدين أنا من فين أجيب لك خلق ومن فين أجيب لك صبر ومن فين أجيب لك طولة بال وكيف أعرف أتعامل معك يعني أنت كيف تدخل في المستنقع ده؟ مستنقع حرفيا ده مستنقع لازم تفهم أن أنت أمام أنت أمام مستنقع أنت أمام مستنقع اسمه مستنقع على الأبراج المائي السرطان والحوت والعقرب ده طلعوا من الموضوع شوي فهنا دول أنت تجادل بشأنهم نجادل ونتكلم في ملاعين الصلاة بدول دول شوية دول ملاعين مجمعة فالملاعين مجمعة اللي هما سليك تقول تحديدك كل كله على بعضي ملاعين مجمعة كلهم في بعض فأنت مضطر أنك تجي عند الملاعين مجمعة دول وتجادل بشأنهم وتجادل عنهم وتجادل عن صفاتهم وتجادل عن ملعنتهم وتتكلم وتعمل فيديو يا جماعة خلوا بالكم من برج السرطان الملعون خلوا بالكم من برج الحوت اللعين خلوا بالكم من ملعين الصلايب المبتزين عاطفيا خلوا بالكم من المتلاعبين نفسيا في الآخرين خلوا بالكم من كلاب السكك خلوا بالكم مش عارف ترى البرج ده بيستخدم الاستراتيجية دي البرج ده بيستخدم السلاح ده واحد بيستخدم سلاح الاستعطاف والتعاطف والدراما واحد تاني بيستخدم سلاح الابتزاز العاطفي واحد تاني بيستخدم سلاح إن هو يعني يجيش الناس حولك وإن هو يدعي المظلومية في كل مكان ضربني وبكى وسبقني واشتكى أبسط لعبة بيلعبها معك برج السرطان أبسط لعبة يعني السرطان من أكتر الناس اللي تلعب اللعبة المنكوحة دي يضربك ويطلع يجري فلان ضربني وفلان هو اللي عمل فيا وفلان هو اللي سوق تب ما أنت اللي جبت لنفسك أنت اللي جبت لنفسك يا بنا دا انت اللي جبت لنفسك انت اللي جبت لنفسك كلام ده انت اللي عملت في نفسك كده فدول تجادل عنهم تتكلم بشأنهم تفرد لهم حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وتفتح يوتيوب كامل عشان تتكلم عن ملاعين الصلايب ده طيب هناك اشياء لا يستفيد الانسان عند الجدال فيها او في الكلام فيها اللي هو السيف واصدق وانباء من الكتب في حديه الحد بين الجد واللعب للأسف ان الكواكب اللي في القوس والكواكب اللي في الجوزاء تفتتن بالكتب ممكن نعمل بقى كده اسمها فتنة الثقافة والمعرفة انا مثقف انا مثقف رجعنا تاني للحمار المثقف برج الجوزاء وطالع الجوزاء وبرج القوس وحب القوس للاستكشاف وبعد ما استكشفنا كان نخرق يعني ما لقناش حاجة في الاستكشاف ده استكشاف على ما فيش او بحث عشوائي اي حاجة وخلاص يدور كده اي حاجة تيجي قدامك الاختيار العشوائي كل ده تدفع تبلغ نو فكرة عن ده برج الحوت ده مشكلة كبيرة الحوت ده بقى الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد الحوت ده في فيه فيديو كده بجهزوه عن الحوت لان الحوت ده قصته طويلة قصته طويلة جدا وبيفسر الكران علي مزاجه وبيفسر الدنيا علي مزاجه وحالته حالة ودماغه في ديرة وهو في ديرة وكل حاجة في ديرة وكصة طويلة جدا فاحنا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله رب العمين هنتصرف مع الاشكال دي على العموم تسلح جيدا قبل الدخول في نقاش مع مواليد القوس او الحوت او الجوزاء او العزراء لانه يعني الجدال ما بيخلصش ملعين الصلاة بدول الاربع دول او اللي عمدهم كواكب في الاربع دول النقاش معهم ما بيخلصش ده حاجة الحاجة التانية يعني الكواكب البروج دي كواكب جدالية الحاجة اللي بعدها انه مش كل الجدالات معاهم هتستفيد منها يعني فيه كلام تقعد تتصل المكالمة مع متخلف من المتخلفين دول أو واحد يعني من الناس الحلوين دول ساعة ساعتين ثلاثة أربع ساعات ويعني ما وصلتش إلى خاتمة للموضوع عايزين بني نختم الموضوع عايزين نوصل لنهاية القصة الحمضانة الكحيانة دي نجيب من الآخر أنا استفدت إيه؟ إيه الزبدة من الموضوع ده؟ إيه العصارة من الموضوع ده؟ إيه الاستفادة من الموضوع ده؟ فهو ده هذا هو الجدال بشأنه وطبعا الكلام ده بقى لو دخلته في أراء تاني كده زي الناس اللي بيجادله في السياسة وفي الاقتصاد وبيجادله في الدين وبيجيب أفكار من طيبة قلب الأرض أنت مش هتخلص معهم ده أنت يعني أنت محتاج تأتي بكل دليل وكل برهان وتفتح كتب وتفتح مصادر وتفتح مراجع وتستنى فيه حاجات مش هتقدر تثبتها يعني وجهة نظرك عن بعض الأشياء مش هتقدر تثبتها يعني أنت كيف تثبت صحة كلامك أحيانا مش هتقدر أنت مضطرة تسيب الأيام هي اللي تثبت صحة كلامك أو صحة وجهات نظرك أو تفكيرك أو اللي أنت قلته كان صح أو رؤيتك للأمور وتطوراته الأمور هو اللي كان صح طيب فنقول الله يعين ونقول الله يعني يرزقنا الكلام المفيد واللهم إني يعوز بك من علم لا ينفع ومن جهل لا يشفع والبشر عايشين وموجودين وإننا بنشوف البشر أشكال والوان وإنت لما تحلل خرائطهم الفلاكية ويجيك شخص عنده قمر الجوزاء أو طلع الجوزاء ويجادل الجوزاء أكتر جدلا يعني ممكن القوص نقاشاته شوية في حاجات علمية شوية أو حاجات متطورة شوية لكن الجوزاء ده بقى ده مصطبت النسوة ده للجيل وللجاء ده إلة الأدب والسفاة له ده ما العون الصلاة ده في الجدال الجدال في البتنجان في البطيخ كده كده وخلاص أي حاجة وخلاص أي هاريو وخلاص الحوت الحوت بيبقى طبيعة الجدال معاه هي طبيعة الجدال في الأشياء اللي مع لهاش دليل يعني هو يؤمن بأشياء مع لهاش دليل يقول لك مثلا يقول لك أن الملاكة بتكلمني طيب فين الدليل؟ ما فيش دليل طيب وبعدين يقول لك أنا شفت الكائنات الفضائي فين الدليل؟ ما فيش دليل أيوة أنا شفت في الحلم إنه يحصل كده وكده وكده طيب ممكن حلمك صح ممكن حلمك غلط او ممكن رؤك ومناماتك واحلامك بتتحقق او ممكن ما تتحققش محدش يعرف بعدين يقولك انا قرأت يعني الحوت كداب الحوت من الابراج اللي بتحب تكدب يعني الحوت هو برج يعيش على الكذب ويتنفس الكذب ويتنفس الوه يتنفس كلمة يتنفس معناها يستنشك كلمة يستنشك معناها يعيش يعيش على الاكسوجين بتاع الكذب لو مقدرش انه ياخد الكذب ويدخلوا في صدر ورقته ويعيش على الكذب يمكن يموت اذا انقطع عنه الكذب يموت هو كده الحوت اذا انقطع عنه الخيالات والتخيلات يموت اذا انقطع عنه الاحلام يموت اذا انقطع عنه الاوهام والتخيلات اللي منهاش تطبيق على ارض الواقع يموت فهي فيه قصة كده طويلة وراء الابراج او وراء الكواكب اللي في الابراج بتاعه طرد والمشتري قصة طويلة من الجدالات ومن الكتب ومن المقالات والمراجع والمصادر وآله وقلنا وكانوا وكنا قصص طويلة خاصة لما تتكلم مع شخص كمر جوزاء أو طلع الجوزاء الكلام ما بيخلصش والهري ما بيخلصش وعنده قدرة أنه يأخي كيف عنده قدرة أنه يجيب الكلام كيف عنده قدرة أنا في وجه الله كيف عندهم قدرة أنهم يخلقوا الكلام من لا شيء كيف عنده قدرة أنه كيف إنسان يخلق كلام من لا شيء كيف أنا مش عارف يعني كيف الإنسان ده يخلق الكلام من الفراغ شيء غريب شيء عجيب شيء يعني مخك ما يستوعبه قدرتك الفكرية ما تستوعبها الإنسان ده يعني من فين يجيب الكلام احنا مش عارفين يعني صراحة أنا أحطار في البشر ده صراحة يعني حقيقة أنا يعني أنا أحطار كيف الانسان ده يقدم يقلف الكتبة يعني كيف من فين جاب الكلام ده ما تعرفش يربط حاجة بحاجة حاجة كده بحاجة تانية ملهاش لازمة كيف يربطهم في بع seventh مثلا يقولك شفش بالحمام وعلاقته بالمركبة الفضائية ايه ايه علاقة شفش بالحمام بمركبة الفضائية انا اشعار يخلط حاجات بنت كلب مع حاجات ملهاش هي لازمة يطلع اي حاجة يخلط كده مع كده يطلع حاجة مختلفة خاله. يخلط يربط يجمع ينسب ينسب اشياء يقول لك مثلا الكلب ده كان اصله في كده يعني تطلع باختراعات غريبة ويعني انت نفسك من قوة الصدمة من قوة الهب ده بتحتاج وقت عشان يعني انت كمخ مخة خلاص خلايا المخة بتهنأك. يعني خلايا المخة عندك بتحتاج وقت عشان تستوعب الصدمات دي. انا ما عارفش هو ما بيجيبه الكلام ده من فين. يعني انا نفسي كدرات الفكرية ما تستمح ليش. انا مش عارف هو ما بيجيبه الكلام ده من فين. يعني لما تجي تتكلم مع شخص قمر في العزراء انت برضو هتتعب. انت مش هتتعب ده انت هتجد. ده انت يعني هتحتاج وقت كده تفكر. الشخص ده من فين بيجيب الكلام. من فين بيخترع اشياء لا يوجد عليها دليل. انا مش عارف. يعني انا مش عارف انا بتعجب. يعني انا كنادي الزمالك بتعجب. البن ادم ده كيف عنده القدرة من الله انه يخترع اشياء مش موجودة اساسا وما فيش عليها اي دليل خالص. لا دليل حسي ولا معنوي ولا دليل مادي ولا دليل ولا اي دليل في الحياة. كده فجأة يخترع اشياء مش مخترع. ويجادل بشأنه ويضطر يسحب ناس للجدالات معه. ويضطر يجيب ناس تجادل معه. وفعلا فعلا موجة غريبة. يعني لو لم يتم التصدي لهؤلاء بتلاقيهم بقى بينشر افكاره. يعني تلاقيه بينشر افكاره. يقولك ان الرجل والمرأة مفيش حاجة اسمها رجل ومرأة. هو فيه حاجة اسمها تعدد الاطيافة الجنسية. وهنا هتفتكر القزافي وهتضطر تقول الله يرحمك قزافي. انت هتضطر تقول كده. انت هتضطر. يعني انت Martin تقول الله يرحمك قزافي. انت مضطر. انت مضطر تقول الله يرحمك أمم انio قزافي. ليه؟ لأنه عمر القزافي هو اللي قالك ان الرجل ذكر والمرأة انثاء. حنا عادنا نضحك. كل رجل ذكر وكل مرأة فهي انثى يعني ايه 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 يعني ايه كل رجل ذكر وكل مرأة انثى طبعا احنا عارفين لا ما انت ما كانت ممكن اش تعرف بقى ان الاجندة الماسونية جاية فيما بعد بتقول انه ان فيت انه ممكن الرجل يقطع القضيب ويركب مهبل ويبقى مش عارف ايه انثى ويعرف نفسه على انه امرأة او يعرف نفسه على انه اه ذي ذم هو او هؤلاء حاجة كده ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ناقشها وبعدين بتحتاج ايام رابعة عشان مخك يجرؤ انه يخبرها للناس كيف هو بيخترعها من الفراغ انا مش عارف هل ده جن هل ده انس هل ده قوة فوق الطبيعية قوة فوق الحسية قوة خارقة للطبيعة قوة تفشخ الطبيعة ده ده شيء لا طاقة لنا لا طاقة لنا به ده الشيء فوق مستوى طاقتنا احنا ما نقدر عليه احنا ما نقدر عليه انا ما اقدر عليه انا كنادي الزمالك انا مش قادر انا لا استطيع ان اجادل هؤلاء لان الكلام معاهم اه يعني كلام ما بيخلصش وكلام تافه وكلام في حاجات ما لما توكلش عيش وهم ناس جهلة وما عندهم اي معرفة بالشيء ولا ولا درسوه ولا قرأوه ولا بس يقوم منهم يخترقها كده فجأة تجي الفكرة في دماغه يدونها ويكتبها وخلاص واي هاري وخلاص اي حاجة في سندويتش عامزة اللي بيتباح لحمة الكلب والحميد اللي يجيب حمار في الشارع يتباحه وخلاص وهو دي لحمة وخلاص اي حاجة في سندويتش حط اي لحمة كلب لحمة حمار لحمة قطة لحمة خنزير اي مفيش بقى حلاله وحرامه وقيوده وضوابطه مفيش هو اي ده شبه داي بقى ماشي دماغه وخلاص اي حاجة ده ده كده اللي بيرمره يجيب من الزبالة بيعمل شوبنج من الزبالة ده شوبنج من الزبالة يجيب الحاجات اللي في الزبالة يعملها شوبنج وتسوق حاطب الليل عارف حاطب الليل وشوبنج من الزبالة فده طالع الجوزاء يعني عنوان مفيد في عنوان مفيد في الحلقات القادمة عن طالع الجوزاء حاطب الليل وشوبنج من الزبالة الفيديو بتاعتهم وهو بيلملم كده حاجات من الزبالة شيء غريب شيء غريب عجيب